اتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها لأول مرة يتم الإعلان عن دواء يمكنه شفاء مرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للتنفس الاصطناعي بالأنابيب في المستشفيات الآن يتم الحديث عن اختراق علمي فريد من نوعه أبطاله الباحثون في جامعة أكسفورد البريطانية يجب الإشارة إلى أن هذا الدواء الذي لقى ترحيبا عالميا لا يمكن إعطاؤه لأي شخص وفي أي ظرف لعلاج فيروس كورونا هو في الحقيقة مخصص فقط لهذه الفئة من الناس الذين ترونهم وهم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في تنفس وجدون في أسرة الإنعاش ومرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي هؤلاء بإمكانهم أخذ هذا الدواء الذي ثبتت فعاليته في إنقاذ حياتهم هذا الدواء الذي تم التوصل إليه يسمى ديكساميثازون وهو عبارة عن سترويدز أي موسعات الشعب الهوائية استعمل في الحد من التهاب المفاصل كما يستخدم لمنع الالتهابات حول أورام سرطان الدماغ هذا الدواء معروف منذ عام 1958 لكنه لم يثبت أي تفعالية لمرضى كوفيد-19 من من يحملون الفيروس لكنهم يتنفسون بشكل طبيعي يعمل العقار على منع جهاز المناعة في الجسم من تدمير الصفائح الدموية السليمة وأثبتت التجارب أنه قادر على علاج واحد من أصل ثمانية أشخاص مصابين بالفيروس ولو استخدمت في بريطانيا منذ بداية الوباء لكان أنقذ حياة ما يصل إلى نحو خمسة آلاف مصاب كاترين نولبان وهي واحدة من البريطانيات التي أصبنا بالفيروس كورونا ودخلت العناية المركزة مدة أسبوعين اختارت أن تكون ضمن العينة التي جربت العلاج بهذا الدواء وكانت التجربة ناجحة فتعافت كلية نستمع إليها منظمة الصحة العالمية دعمت هذا العقار الجديد وهذا ما جاء على لساة مسؤوليها هذا نمأ سار فقد ثبتت قدرة الدواء على خفض خطر الوفاء على المصابين بالمرض نحن نهنئ الحكومة البريطانية وجامعة أكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة على الفور خرج بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وقال أن هذه النتائج المتوصل إليها مناسبة للاحتفاء أو مناسبة للاحتفاء بما وصل إليه العلماء البريطانيون وفي أقل من 24 ساعة أعلنت الحكومة عن اعتماد ذلك الدواء في كل المستشفيات وأنه يوجد لديها مخزون يصل لنحو ربع مليون علبة منه لكن هذا الدواء الذي لم يشكك في فعاليته أي من العلماء مثل ما كان الحال مع هيدروكسي كلوراكوين لا يكلف أكثر من سبعة دولارات تقريبا ويوجد في مختلف دول العالم ما يزيد من أهمية ديكساميثازون لكن في الحقيقة بدأ يستخدمه الفرنسيون منذ بداية انتشار فيروس كورونا كارين لكومب وهي كبيرة خبراء الأمراض المعضية في مستشفى سان توان في باريس قالت إن نسبة وفيات البريطانيين فاقت الأربعين في البئة بينما نحن وتتحدث طبعا عن فرنسا لم تتعدى ثلاثة عشر في المئة وبالتالي ففاعليته محدودة في هذه الفئة ننوه مرة أخرى مشاهدين أن الدواء الذين تحدثوا عنه ليس مستخدما إلا بأمر من الأطباء وليس ناجعا لأي شخص غير الذين يتم تشخيص حالتهم التي تتطلب العلاجة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر